وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون أطيب وأفخم معلق اليوم حبيت إني أشارك معكم وصفة المعلاق بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية باتمنى إنو وصفة اليوم تعجبكم تعبوها معاي بالتفصيل وتعالي شوف كيف رح نعمل مع بعض أطيب معلق بنسبة هون للمعلاق اللي استخدمته هو طبعا جبته من عند اللحام وجبته فريش يعني ذبح اليوم أول إشي هون رح أقطع معكم الكبدة رح أشيل الطرف الأبيض الموجود على الكبدة طبعا هي بتكون قطعة لحمة طبعا هاي القطعة بقطعها أو بحطها مع المعلاق بالنسبة لطريقة تنظيف الكبدة هون رح أشيل الطرف الأبيض الموجود فيها ورح أبلش هون أقطعها طريقة التقطيع بترجع لكم والحجم برجع لكم بس المتعارف عليه حجم القطعة بحبوها أنها تكون وسط يا أم كبيرة أنا هون رح أعملها حجم وسط ورح أقطعها على شكل مكعبات إذا حبيتوا تقطعها على شكل شرائح أكيد برجع لكم طبعا هاي القطعة اللي هي الكلاوي بتيجي بكيس لكن هون اللحام شالي إياه وقسمني القطعة بالنص أنا هون بس رح أشيل الطرف الأبيض الموجود وبعديها رح أبلش أقطع فيها نفس الشي هون رح أقطعها على شكل مكعبات يكون عنا الحجم وسط كل قطعة بتقطعوها الأفضل أنها تكون معكم على جنب طبعا هذا القلب هلا هون أول خطوة رح أعملها رح أكسمه في النص وهلا هون رح أبلش أقطع فيها على شكل مكعبات صغيرة لكن قبل ما أقطع مكعبات رح أشيل الطرف الأبيض الموجود وببلش أقطع فيها رح أحكي ملاحظة بالنسبة للتقطيع إذا حبيتوا تقطعوه بالطول لازم كل المعلاقة يكون مقطع عنكم بالطول حتى البصل لازم يكون عنا مقطع على شكل شرائح أنا هون لأنه كله قطعته على شكل مكعبات البصل كمان قطعته على شكل مكعبات طبعا هون الحبل الأبيض اللي بيكون رابط الكبد مع القلب كلياته قطعته كمان هون قطعة صغيرة ورح أحط هون كل مجموعة لحال وبالنسبة للفشة هون كمان قطعتها حجم وسط في ناس بتحب تقطع الفشة إنها تكون شوي كبيرة أنا هون الأفضل للطبخ قطعتها مكعبات صغيرة وبهيك عندي المعلاق صار جاهز رح أحكي عن طريقة تنظيف المعلاق أنا رح أطبخه مثل ما هو ما رح أغسله لأنه هو ذبح اليوم في ناس بتحب تغسله في المي الباردة أكيد بيرجع لكم وفي ناس كمان بتحب تنقعوا بالحليب البارد بيرجع لكم بس أنا هون ما رح أغسله زي ما حكيت لكم لأنه هون أنا جبته فرش هون رح أحط عليه فقط برش الليمون حبة كاملة وبعدها ببلش أطبخ فيه بالنسبة هون لطريقة طبخ المعلاق رح نحتاج معلاقتين كبارة من الزيت النباتي ممكن تستبدلوهم بالزيت الزيتون استخدمت الزيت هون حتى أذوب فيه اللية كمية اللية اللي استخدمت هون بسيطة حتى تعطي نكهة طيبة للمعلاق رح أعتمد على الحبل اللي قطعته فيه ناس بتسمي الحبل الأبيض حلويات المعلاق رح أقلبهم حتى يذوب الدهن الموجود فيهم وبعدها هون رح أنزل البصل طبعا لازم أفضل شي إنه يذوب معكم ورح أنزل هون بالنسبة للبصل تقريبا ثلاث حبات كبار في البداية رح أنزل هون نص الكمية ونص الثاني رح أنزله آخر إشي أول إشي هون رح أنزله قطعة اللحم اللي كانت معلقة في الكبد وبعدها هون رح أنزل الفشة اللي هي الرئة بقلبها شوي حتى تأخذ اللون الذهبي الحلو طبعا الفشة هي بتأخذ درجة استواء شوي أكثر من بقية المكونات الثانية هلا هون رح أنزل الكلاوي بقلبه وبعدها رح أنزل القلب وآخر إشي إحنا دائما مننزله اللي هو الكبد رح أحكي بالنسبة للبهارات إحنا مننزلها آخر إشي إذا حبيتوا تنزلوها في البداية برجع لكم بس الملح دائما مننزله آخر إشي المطيبات رح أحطها هون البصل الكمية اللي ظلت معي رح أحط هون كمان الفلفل الحارب يعطي نكهة كثير طيبة ورح أحط معلقة صغيرة من الهيل المطحون بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وأكيد هون ما ننسى الملح في ناس لو حبيتوا بحارات ثانية ممكن تستخدموا لبهارات السبعة في ناس بتحب تحط رش من الكمون في ناس بتحب تحط رش من البابريكا أن هون رح أكتفي فقط في الملح والفلفل الأسود والهيل المطحون هون رح أنزل تقريبا أربع حباتي من الثوم المهروس مع معلقة كبيرة من الخل الأبيض بيعطي نكهة كثير طيبة طبعا هذول بتنزلوهم آخر إشي وآخر إشي هون كمان نزلت ثلاث ملاقة كبار من عصير الليمون ورح أتركوهن المعلاق حتى يتنشف عندي من المي وبعديها بقدمه طريقة طبخه طعمه بتشحي حابة كثير أنكم تجربوا بصفتي وتعطوني رأيكم فيها في ناس بتحب تحط إضافات من الفلفل الرومي الملون أكيد برجع لكم في ناس كمان بتحب كمية البصل إنها تكون أكثر من هيكة كمان برجع لكم طبعا المعلاق كل بيت إلو طريقة معينة فيه والناس كثير بتتفنن فيه فحبيت اليوم إن أشارككم وصفة بسيطة بتمنى إنها عجبتكم بتمنى كمان إنه فيديو اليوم عجبكم إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية